والآن مع الشاعر السعودي محمد جبر الحربي الذي يشاركنا المرة الثانية في مهرجان مسقط للشاعر العربي فليتفضل الشاعر السلام السلام مرة أخرى أولا أشكر القائمين على المهرجان وعلى مسقط العظيمة التي تحتوينا كل مرة وأمنية محب أن يتكرر هذا المهرجان مرات أخرى فياليت يعني دعوة طيبة من ابن بار بمناسبة السلام أقرأ لمن أطال قبلي يعني وأطال الله في عمرهم أقرأ أربع مقطعات صغيرة حول السلام أنا اكتشفتها هكذا يعني تنويعات على السلام ملقا وعبلة لا تفارقني لكأن رأسي خدرها ويدي أصابعها تزيل الليل عن عينين ناعستين أقرأ في سوادهما وأكتب حين أكتب دمعتين خدرها وطن وعيناها يدان مدن تعلمك الكتابة والحديث مدن تعلمك الرهانة وكيف تخسر في الرهان تركض من طفولتك الفقيرة في الحجاز الطائف الجبلي والماء النبي إلى انهمارك في سواده ماء زمان غامض والجوع وديان من الحزن الحثيث لكن عبلة لكن عبلة لا تفرط بالحديث يا عبل بيجوع يا عبل بيجوع وطرفي لم ينام لا السيف سيفي في الغبار ولا القدم فعلام يحتاطون من لوني ويرعبهم لساني وأنا السنين تمر لم أبرح مكاني وأنا القصيدة لم تتم ملقا حذائي تحت رأسي والسماء خفيضة ولصيقة بفمي ودمي تعطل عن مجارات الهواء ومعصمي سيف وسيف الله مات على السرير فمن يكفن أنجمل سقطت ومن ذا شافع لخطيئة الأعراب من يؤوي الفجاءة في نهار انطلقت تاريخ دورته وتقاسم الأحزاب ثورته فما من رقية لخطاي ما من رقية لخط الصباح المظلمي ملقا وأسندني البخاري فانتسبت لمسلمي قطعان قلبي لم تجد مرعا يليق بجائع وطيور عيني دون ما الآن نعرف سر هذا الثقب في جسد السماء قطعان قلبي دون ما الآن نعرف سر هذا الرعب قطعان قلبي والعصافير الصغيرة دون ما سلمت ما قصيدتي لقوافل الفقر البطيئ وكان أولها فمي يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا مع راديك خسرت قبلك الروم والفرس خاسرة والذئاب أي حزن تولاك أي كساك وأي خلعت عليه الثياب ثم ما وحشة أيها الشنفر الذئب ماذا الخطاب السهام كتاب والسلام كتاب والقصائد من عهد آدم والماثلات الكعاب والكؤوس الشفاء والبلاد والأجنة والأهل والطيبون الصحاب والأغاني العظيمة حد البساطة والطير من هدهد الحكمة المستعارة حتى انشداه العبارة حتى الغراب والنساء اللوات وردنا القصائد ذات حجاب والجياد على طرف الضاد والضاد في ضجة الحضر في ضجر البدو مستسلمين وقوفا على غير باب والتساع على ضيق ما يتجلى وأنت على وحشة تتملى فكيف على وحشة سوف تبدأ يا سيد العاشقين الكتاب وكيف تقص على الحاضرين بحلمك عرف النجاب وما الشعر ما حضرة الشاعر العذب في حضرات العذاب وما الصمت أتلك الحبال التي تتدلى أفاع أمن الجبال التي تتجلى رقاب لمن هذه الحبل ومن هذه المرأة العالقة نشرت القصيدة ومكنت نفسي من كسرة الماء إني اغتسلت جميعا وما ظل في جسدي من ظلام وما ظل باب على يده سابقا لماذا الحبال لمن جثة الاكتئاب عذاب وتعرف أن العذاب عذاب ولكن إلى أي قبر عظيم سيختتم الله هذا العذاب لمن تطلق الشعر ما ظل من شجر يتماها وما ظل من شرر يتباها على غفلة عن جباه تراها وكنت تود بألا تراها لمن هذه الكأس لمن هذه الرأس وكيف يغني بحضرتها شاعر لا يثاب لمن يكتب الآن لمن يكتب الآن لمن يكتب الآن لن أكتب الآن عنك ولن أستفز الليالي وتعرف يا حابس الطير تعرف أن الليالي كلاب أختصر لكم الليل قصيدة أخيرة وهي منازل وعدون بها من زمان العدو يعني أقصد لنا الخيل لنا الخيل أعرافها والصهيل إذا مد لهم بنا ليلنا لنا الخيل أعرافها والصهيل إذا مد لهم بنا ليلنا وكنا ننام على طرف الرمل أوجعنا رملنا وكنا على الرمل نرسم بيتا ودربا وحيدا وفي الظل نرسم ظلا لأحلامنا وكنا نمر وكانت شمالية إذ تمر فتمحو أصابعنا لنفيق على منزل في الهواء لنا لنا منزل في المقابر أنبأنا سيد في السكون وأرشدنا الجوع للمائدة أطعناه حتى الجدار الأخير وجئناه بالمنطق المستدير وجئناه بالأحرف البائدة لنا نزل غير أن الغراب يقاسمنا القبر والشاهدة لنا منزل في السماء امتطينا الرياح وقلنا وداعا لأسمالنا تنوء السفائن بالحمل أننا أخذنا من الجرح زوجين من وقتنا لحظتين الولادة والعمر جمرته وتوابيت آبائنا تميد السفائن والبرق أعمى وليس لنا في ارتحالاتنا غير أسمائنا يقولون يقولون إن لنا منزلا لا نراه يقولون إن لنا منزلا لا نراه لنا منزل ليس يبصر إلا بأعين أعدائنا ترجمة نانسي قنقر